هنّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأطيب التهاني القلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد كما هنّى أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين في مواقعهم وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة وفي الوقت نفسه وجه مدبولي التهنئة لأبنان إنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم